بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اخواني وخواتي حياكم الله جميعا قصتنا اليوم قصة بسام وحازم طبعا بسام وحازم هم موجودين أو مقيمين في أستراليا من فترة طويلة يعني وحاصلين على الجنسية الأسترالية ولكن هم يعني بالنسبة للبسام يعني جنسيته سوري وحازم عراقي وبالنسبة للحازم وبسام صداقة وأخوة من أيام الدراسة والجامعة والكذب يعني مع بعضهم أصدقاء وأكثر من هذا الشيء في بالنسبة للحازم يشتغل يعني مهنته بمجال القصات والديزاين تبع الخياطة وهاي الأمور يعني وبالنسبة للبسام يعني بل تصوير زرما يعني من عشاق التصوير بكل مجالاته يعني وهم يعني بسام وحازم حازم أتعرف على شخص أسترالي يعني يعرفه وهذا الشخص يوتيوبر أسترالي معروف يعني طبعا رح نسميه الأسترالي كل القصة مشان نتجنب الذكر الاسم يعني فهذا الرجل الأسترالي شب أيضا من دورة حازم وبسام ولكن يوتيوبر يشتغل فطلع بالنسبة للبسام قال له حازم فيه شخص يعني أيضا يصور وكذا ومغامرات ومنها النوع هذا يعني وفيه له أيضا بالتصوير تحت المي يعني بالغوص يعني فشاف محتوى وأعجب بسام جدا بقناة هذا الشب الأسترالي أعجب بيها قال له طيب يا حازم بما أنه هذا صديقك وتعرفه يعني فيه بيناتهم معرفة بسيطة بما أنك تعرفه شرايك يعني نتعرف عليه وكذا ونشوفه شلون يشتغل شلون كذا يعني الواحد يكسب خبرة وأني يعني أيضا يعني أفكر أسوي هيش الشي يعني يعني أنتقل مثلا المجال اليوتيوب أسوي فيديوهات وأنزلها مثلا على الفيس أو على اليوتيوب أو على أي منصة يعني فقال له حازم ما بي مشكلة لكن هسع الشب الأسترالي موجود بالمكان الفلاني يبدو يومين ثلاثة يجي قال له أوكي خلاص ما بي مشكلة بس يجي أحتي معاه أنت وإذا قبل مثلا أنه نقعد معاه نروح نقعد معاه فعلا بصار يعني إجي هذا الشب الأسترالي بعد يومين أو ثلاثة وراح حازم وحاجة معاه نقال له أنه إحنا في معاه شب اسمه فلاء بسام وكذا بدنا نجي وبدو يتعرف عليك وهو من معجبيناك وكذا وهي جذي فقال أوكي ما بي مشكلة راح أولتقه بمكان عام يعني مو ببيت أو كذا فقال أنه يعني الشب الأسترالي أيضا شاف بسام وأعمال بسام يعني بالتصوير والفيديوهات والكذا وقال له والله يعني بصراحة يعني هاي موهبة حرام أنه تدفنها يعني أنت موهوب جدا بالتصوير يعني 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 طبعا يحشي البسام يقول له أنت موهبتك قوية جدا يعني ليش أنت ما تشتغل وكذا قال له طيب يعني والله أنا قاعد أفكر صراحة أنه أسوي فيديوهات وكذا وهي جذ بس يعني بدي يعني بدي أحاول أسوي هذا الشي بدي وقت معين طبعا تطلب العملية كاميرات متعددة وكاميرات ليلية وكاميرات يعني شغلة يعني فقال له هذا الاسترالي لأ أنا بدي ياك أتصور معها يعني تشتغل معها قال له بس سام والله لأ يعني أنا بصراحة يعني يعني عدم المؤاخذة مو أنه ما بدي أشتغل معاك أو كذا بس أنا إذا أشتغل فيديوهات وتصوير وكذا أشتغل وأنزل قناة نفسي يعني قال له تمام خير إن شاء الله شرايك تروح معاي بالرحلة القادمة هذا طبعا يعني الأسترالي يحشي الحازم والبسام إش رأيكم تروحون معاي وقال له احنا ما عدنا مانح يعني بالعكس يعني احنا حابين نروح وحابين كذا وما عدنا أي مشكلة يعني بس ترى يعني احنا نصور بس نصور شي خاص لنا يعني يعني بسام وحازم بدهم يسوون فيديوهات لهم خاصة يعني ما رح يعطونها لحد يعني قال هم ما في مشكلة فعلا قالوا يوم السبت الجاي احنا رح نطلع وطبعا هم موجودين بولاية بريث يعني موجودة باستراليا معروفة ولكن بدنا نروح يعني شلون بلم البلم يعني سفينة صغيرة وننتقل مسافة حوالي خمسين خمسة وخمسين كيلو متر وبعدين بدنا نمشي مسافة يعني حوالي خمسة عشر او عشرين كيلو متر قالوا له احنا معاك يعني ما بي مشكلة فا ورحلتي يعني هو هذا اله رحلتي رح تكون المدة ثلاثة يام فقالوا له بسام وحازم لا يعني احنا رح نروح معاك بس احنا احتمالا نطول اكثر يعني رح نشيل عدة التخيم تبعنا وامورنا واكلنا او يعني شي كفيهم شهرية هم رايحين على مكان المكان هذا لما بدك تروح علي لازم يعني حتى تسوي تعهد يعني انك رايح لانه غابات وديان وجبال وطبيعة يعني استراليا واستراليا قارة يعني يعني اقل من ثلاثة مليون بشوي مشان ما احد يتواخذوني بالرقم يعني بس تقريبا شي ثلاثة مليون ميل وليس كيلو متر فقالوا قالوا خلاص ما في مشكلة وطلعوا يعني يوم السبت قالوا الساعة ستة المساء احنا نطلع لانه بدنا نصور على الطريق يعني هي ما هي جزيرة رايحين عليها ملاسقة للشاطئ ولكن تقريبا شبه جزيرة يعني يعني ما هي جزيرة قالوا اوكي وطلعوا بسام وحازم والاسترالي ركبوا بهالبلم طبعا حملوا غراض غراض كثيرة يعني وطلعوا وهم ماشين يعني غالبا استغربوا بسام وحازم انو طالعين بالليل يعني من بداية الرحلة في شي غريب يعني لكن يعني قالوا يعني مصور مثلا وبدوا يصور بالليل مثلا هي شد الخطر ببالهم يعني هاي بدأت الفضول ياخذهم من بداية الرحلة انتقلوا يعني مسافة خلينا نقول خمس ساعات او ست ساعات اللي هو الوقت الزمن اللي هو يعني ووصلوا على هذه الجزيرة او شبهة جزيرة الحقيقة يقولون حازموا بسام شيء يعني ما بامكانك من الخيال تضيف اليه كطبيعة يعني شيء يعني تشوف الوادي ما له نهاية الزت حجر او صخر او كذا بالوادي ما تسمع يعني يقولون ما له قرار ما له قرار الزت في شيء ما يرد عليك الصوت المشي بجادات بين هالغابات وليل اتصوروا يعني وطبعا هاي بالنسبة للحشرات وبالنسبة للحيوانات وبالنسبة للكذا وطبعا مو شايلين مثلا سلاح او كذا او شي لا اي يعني ماكسيموم واحد شايل سكينة مثلا او شغلة من هالنوع يعني طبعا لما انجوا ونزلوا بالهاي خلوا كل شي بالليل بليلتو ماذيش خلوا كل شي بالبلم يعني بالليل وين بدك تنزل وتسوي وكذا فقالوا الروح ها ها نمشي هذا مشوارنا ونصور وكذا فجاء على يعني تقريبا شبه بركة على مسافة معينة بالجزيرة هاي ولبس عدة الغوص وبدأ يغطس يعني هذا الشب الاسترالي ومعاه حازموا بسامية لكن عدة الغوص وحدة يعني الشخص واحد فقط فينزل ويطلع ينزل ويطلع فشاف بسام قاعد يشوف الفيديوهات وقاعد كذا قال له انت يعني ادخل بالشق هذا في شق ادخل بي فقال له الاسترالي بصراحة ما قاعد يعني اقدر يعني ما قاعد اقدر يعني لما انتغطس مسافة شي ست متار بعدين تروح باتجاه معينة يجيك شق يقول له ادخل يعني صور بهذا المكان يطلع شي رائع يعني فقال له لا ما اقدر قال له بسام طيب اه انا بدي اصور شرايك يعني قال له لا يعني اذا تصور هذا ال تدخل على هذا المكان ربما مدى دخلوا بشر قبلنا يعني صحيح يعني قارة قارة بحالها استراليا ربما ما في بشر تصور بهذا المكان فلذلك الفيديو هذا اريد منك يا بسام الي قال له اه امنعيوني يعني انت فضلت علينا وعملت معانا معروف وكذا وهي شد ليش لأ يعني انا اصور لك هذا الفيديو وغير فيديو يعني طبعا بسام ما غايص قبل بس مو ما هو محترف بالغوص يعني البس عدة الغوص ونزل بالكاميرات تعرفون والاضاءة وكذا تعرفون الغواص اللوني نزل يعني ونزل بسام طمس بسام وما رجع يعني هنا بدأ حازم يتوتر يعني يعني حازم بخايف على بسام انه راح وما رجع يعني المهم حوالي ساعة ساعة ونص طرع بسام يا ابن الحلال وين رحت طبعا هنا بهذا الوقت حازم ما ظل بيه مخي يعني يعني بده يكاون هذا الشب الأسترالي انه انت يعني بالليل جبتنا وكذا وكذا يعني بدأت الخلافات تنشب بين الأصدقاء طلع بسام قال له عادي يا ابن الحلال ما بشي بساني لما اندخلت بل الشق هذا شفت لقيت عالم ثانيا جوي يعني او بدأت تصور صورت اخذ ال هنا حازم لما انشاف الفيديو يعني يا جماعة كأنك داخل خلونا نقول على جنة تحت الأرض تحت المية حازم بدأ يقول للأسترالي انه هذا الفيديو كان زمنه خمسة وخمسين دقيقة اللي صوروا بسام قال له انت تاخذ نسخة احنا ناخذ نسخة يعني طبعا يا جماعة يبدو انه فيه قيمة طبعا ندودكم الذكر ارقام يعني فيه قيمة عالية جدا هذا الفيديو فحازم قال لا يعني ليش انت فرضت علينا انه تاخذ هذا الفيديو طيب اعطينا نسخة احنا يعني هيك تصار الهاي بدأ الخلاف ينشب بيناتهم بسام قال له خلاص يعني هذا بعد يعني خلونا معركة جدلية طويلة جدا خلصوا انه خلاص بسام قال يا اخي احنا ننطي للفيديو هذا للشبه الاسترالي وصدقني صدقني يا حازم راح نلقى شغلات يعني راح نستكشف شغلات افضل بكثير يعني وخلاص يعني طلبوا منا ومن البداية احنا يعني وعدنا قلنالوا خلاص هذا الفيديو اليك طبعا هم يقولون احنا ما تناقشنا ان قلنالوا هذا اليك يعني كحقوق اليك بس انه مو ناخذ نسخة احنا يعني انه يعني قد نستخدمها مع الزمن او كذا يعني على العموم توصلوا انه ينطون هذا الفيديو الشب الاسترالي هنا قالوا نرجع خيموا طبعا يخيمون قريب يعني من الشاطي حوالي 2 كيلو يقدر يجيبون اغراض ويقدر يودون وكذا تعرفون يعني لازم قريبين من الشاطي يوم خيموا وقعدوا بالليل وهم قاعدين طبعا مشعلين النار هذا باليوم الثاني بالليلة الثانية شنو اللي صار يعني بالليلة الثانية حازم كان يفيق ويفيق بسام طبعا هم شلون هذن الخيمن اللي التسع شخص وتسحب السحاب تسكر على نفسك يعني انت ما عدت تشوف حواليك تماما يعني ربما تشوف من جهة واحدة بس او جهتين وايضا الرؤية ليل وما في الا النار جمر وكذا وهي شذ فيقل حازم من داخل خيمته ينادي بسام يقوله بسام تسمعانا الصوت سمعت الصوت اللي سمعته آني بسام يقوله إيه يعني أنا سمعت بس هذا الشب الأسترالي وأنا أفكرك أنت هذا يقول أنا أفكرك أنت وهذا يقول أنا أفكرك أنت الشب الأسترالي Aware يقول أنا أفكركم وأنت قالوا لا لأ يعني فيه كأنما شخص ركض يعني هم الصوت اللي اسمعوه أول مرة شخص ركض وبعدها بحوالي ساعة يعني هنا رجعوا وهم نايمين يقول نسمع يعني كأنه شلون أقولكم الصوت اللي يسمعه كأنه في حدا يدق كأنه في حدا يدق مثلا بسم يعني مو شغلة باب يعني يا بسام يقول حازم أنت قاعد الطب يقول له لا أنت يا الشاب اللي صديقنا يا أسترالي أنت قاعد يدق يقولهم لا مو أنت الدقون يقول له لا مو إحنا هنا طلعوا الشباب طبعا الصوت شنو مشوا مسافة معينة دوروا وكذا بالليل يدورون وطبعا يعني معرفة يعني ربما سلاح ممنوع أو في شيء يعني المفروض يكون فيه سلاح يعني جفت صيد مثلا يعني يعني ربما يكون حيوان مثلا أو كذا بس ليش ما يعني المهم ما لقوا نتيجة الصبح يوم فاقوا طبعا مو ينامون بكير يعني مثلا يسارون للثمانية للتسعة ما في شيء وينامون يعني يكون نهار شاقي يعني كله تصوير وصعود جبال ووديان وكذا وبالليل زاد أحيانا يشتغلون فينامون وقعدون الفجر قعدوا الفجر وهم يمشون مثلا يقول كأنه نلمحة طب كذا جينا شفنا سجرة مقطوعة يعني سجرة مقطوعة يقول بس سام آني كأنما صوت بالليل كان في شخص يضرب بسجرة وبساطوف يريد يقطعها هذا صوت الدق اللي بالليل فيقول ناديت الحازم وناديت الشب الأسترالي قلت لهم تعالوا جو ها يا شباب شنو قالوا شنو وقهل تحقو فيس جرب جديد مقطوعة قالوا لا يا أخي ها يا يعني قديمة ممب هذا الوقت قالهم لا يعني مبين مبين جديدة يعني قالوا ما قالهم تذكرون الصوت بالليل أتساءلوا قالوا والله يجوز يعني عادي يعني هو فعلا صوت شاطوف على سجرة قاعد يقطع لسجرة بس صراحة شي غريب جدا اللي قاعد يصير مع الشباب بس هاي إيش يعني بداية ربما شخص يعني جاي مخيم بهالغابة غيرهم يعني أو شباب وقطعوا بدهم خشب أو كذا يعني هي ما تركب بس ركبوها قالوا يلا يعني هذا التفسير ما في شي انتقلوا ويصورون العصر يعني العصرة شبيرة خلينا نقول بسام دخل يعني يصور يصور بالبداية تفوت بنزلة بالأرض وبعدين يجي شق يعني في عندي صورة للمكان يعني يجي شق تفوت بهذا الشق يعني بسام بدأ يصور داخل هذا الشق طبعا بهذا المكانات بدك إضاءة قوية وكذا ودخل صور بيها هنا يعني الفيديو حلو جدا يعني اللي طلعوا بسام وصارت الدنيا مسا تعالوا تفرجوا طبعا حازم دائما يظل واقف ربما يصير شيء مع بسام جوه ربما كذا ربما يزت له حبل طبعا عدة يعني من دون بتل التفاصيل إنما الشغلة مو سهلة من الصعب إنه إنسان يقدر يفوت على هشذ مكانات ما تعرف شنو بيجوه يعني حية دابة آفة كذا إلى آخره فبدأ يعرض بالفيديو وهذا الشب الأسترالي يشوف فقال الشب الأسترالي لا نحن ما اتفقنا هشذي شنو ما اتفقنا هشذي قالوا والله هذا الفيديو هذا تبع الصدع بالأرض آني أريده يعني تريده شلون يعني شلون تريده تريده مثلا بثمن تريده بكذا قالهم آه طيب يعني يعني يبدو إنه الشب الأسترالي أطمع بالفيديو والفيديو زمن حوالي عشرين دقيقة آه شلون تريده قال أريده يعني وأشتريه منكم أتبيعونه قالوا طبعا يعني نحن نبيعه ما عدنا مشكلة شقد ما شقد خلونا نقول مثلا يسوى يعني هالمبلغ فلاني دفع من قيمة هذا الفيديو حسب ما يقول حازم وبسام يعني ما تتجاوز الخمسة بالمية من قيمته فقال قالوا لا وين أنت وين عايش وين يعني قالهم آني وكذا وما آني وآني جبتكم بدأ الحديث طبعا هاي قيمت قلنا المساء في تقريبا الساعة ثمانية أو تسعب الليل كان ناشب خلاف شبير بين الشباب أعطيني كذا تكسر كاميرتين يعني هذا يشيل كاميرا ويخبطها على القاع ويرود هذا الثاني يشيل كاميرا ويخبطها على القاع بدأ الخلاف بيناتهم أنت بعد ناس تحجز ناس كذا المهم هنا حازم يعني يبدو أنه ما وصلوا التفاهم مع الشب الأسترالي وبدوا الفيديو بدوا الفيديو ما بدوا الفيديو حازم ضرب الشب الأسترالي يعني هم يقولون من المساء إلى الساعة 19 بالليل وأحنا في خلاف متواصل هذا يهدي وهذا يقوم وهذا يقوم وهذا يهدي طيب أعطيك كذا لا ما تنطيني كذا أنت ما بي عكية لو تنطيني أستراليا وكلها أنت ما يعني تعرفون خلاص يعني بدو يصير في خلافي بدأ الخلاف ضرب الشب كذا شوي طلع دم من أسم طبعا الشب الأسترالي ضرب أيضا من الضربين يعني هم من الضربين بس كانت هاي ضربة قوية من حازم ضرب الشب الأسترالي على أسم الشب هنا بشال الضرب العدة يا ابن الحلال كذا هي كذب معد في مجال لما مشى شال حزم أمتعت كذا بشنطة طويلة بطول وهي شد ومشى يا فلان يا كذا يا ابن الحلال خلاص لعيونك شد كذا ما مشى لها خلاص ما تبدو شي قال بس يعني الرضي ما حلو هي شد يروح وزعلان من وكذا المهم مشى هذا حاول يرجعون وحاول يرجعون ومع درجة السوينا عوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا دخل الشيطان بيناتنا النية عاطلة النية صافية النية كذا بعرفون يعني راح هذا قال وخلاص احنا يعني منزلين اغراض وشي يكفينا ايضا موجود يكفينا ثلاثة او اربعة يام طبعا هنا الوضع شنو صار الشاب الاسترالي بده يركب بلمو ويمشي والشباب وين بسفر برليق ولا ما يعني خلاص بنص هال بهال منقطعين جو قال وخلاص النام يعني وننتظر رح يرجع يعني مو معقولة رح يسويها ويروح يسويها ما يسويها الساعة 12 بالليل راح ويمشون مسافة اربعة خمسة كيلو متر جو على الشاطئ ولا لا بلم ولا صديقهم الشاب الاسترالي قالوا خير ان شاء الله يعني هذا اللي صار طبعا ايضا هو يعني تعد عليهم وكذا طبعا هنا بهذا المكان اللي هم به اتصال وكذا وهي ما فيه يعني فيه مثلا ربما بيناتهم قبضات او كذا تواصل بيناتهم بس خارجي ما فيه تواصل على العموم ارجعوا كانت خلونا نقول مشوا خمسة كيلو يعني صارت ساعة واحدة ونص او ثنتين بالليل طبعا نايمين الساعة ثلاثة بالليل قال يعني مثل صوت الهوى يجي صوت يعني هوى او شيء معين او كذا يا حازم انت لأمواني انت لأمواني سمعت الصوت ايه سمعت الصوت افتحوا السحاب اطلعوا من الهاي وإلا يدحقون هيتش فيه بالنار سهم تعرفون سهم سهم طبيعيا السهم هذا جطاير وشكوين بال بال بالموقد موقد النار شن السال فيه حازم قال غلا ما عارف سهم شلون سهم يعني شنو الدلالة يعني شنو يدل على ايش قال دلالة انو فيه شخص حوالينا طيب دور 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 اجي ضبوا على بعض يعني يعني سلاحهم سكين كل واحد شايل سكين دور ابدأ دور بس لا تبعد عني بالليل وما نترك بعض نظل بجنب بعض تحسبا لأي طارق يعني هاي دلالة الشيء يعني هذا دلال قتل يعني يعني شخص يقول لك انا ارحقت لك بس بمزاجي يعني مقالب ما في اصدقاء ما في حدا منو بدو يسوي بيك مقلب بهاي الاشارة مو خطيرة جدا الاشارة دور 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 ما في شيء بدأوا بسام وحازم يتناقشون بل انو هاي قالوا وحازم ترى هذا الاسترالي يعني قال لي احنا رحنا وشفنا المكان مكان البلم ماشي الشب الاسترالي وبعدين منويله السهم يعني هذا في عنده قوس وسهم نظاميا قالوا والله يجوز حاطوا مثلا مكان بل بلم احنا ما شفنا احنا كذا بس هاي الحركة اعتقد انها حركة يعني هذا الاسترالي الشب الاسترالي اكيد منو بدو صارنا يعني كذا يوم ما شفنا شيء قالوا طيب احنا يعني الخطة النهائية انه هما لما ينقطعون مثلا بهاي المنطقة لما تنقطع مثلا وما في اتصال او كذا تروح على مسافة حوالي سبعة كيلو او عشرة كيلو متر في جبل على هات جبل هذا توقف لما توقف تمر الطيارة الساعة عشرة وتمر طيارة الساعة ثلاثة العصر هاي تدور الاشخاص يعني مقطوعين او كذا اشخاص يستكشفون مناطق اشخاص مقطوعين صاير معهم شي يعني مثل فرقة الانقاذ فقالوا يا حازم احنا ما اننا الروح على هذا الجبل الساعة الساعة ثلاثة كذا قالوا الساعة ثلاثة خلاص نمشي يعني ما نعرف هاي الحركة شنو وراها يعني فعلا ضبوا هالغراض اللي يمشون بها بس يعني ما غراض شثيرة تركوها هالكاميرات اللي عندهم بتشنطة ولكذا ولكذا الشغلات الضرورية يعني المي ولكذا وقالوا مشينا تقريبا مشينا يعني حوالي 200 متر او 300 متر وبدأنا نحس بصوت يعني الصوت هذا كأنه شخص يصرخ يعني مثل انت تخيل الجو ساعة ثلاثة بالليل بغابة وديان وكذا وشغلة طبيعة يعني وطلع صوت مثل كأنه صوت طرزان يعني صوت صرخة هي مو صرخة المسافة بعيدة يعني لما تجي الصوت يجي من مكان بعيد يعني بس يسمعونه طبعا ماشيين يقولوا محتاطين جدا لأنه ما نعرف يعني هل هذا صديق هل هذا شخص الأسترالي مثلا بده ينتقم يعني يعني في جو صراحة يعني وماشيين يقول يعني بعد ما مشين تقريبا نشي كيلومتر اثنين كيلومتر نشوف ضو يعني بالبداية طبعا في حشرات ضوي يقول بس نشوف يعني حشرات ضوي عادي طبيعي بس هذا الضو جاي هيتش أحمر يعني مثل لد صغير يعني مرة مرتين واحنا ماشيين فيقول قلنا بس ضوي هاي المرة ننطلق بأقصى سرعة باتجاه هذا الضوية ركض يعني قالوا ماشيين طبعا يقول نوقف شوي نستريح كذا قال وقفنا وشفنا الضو أول ما شفنا الضو مباشرة يقول انطلقنا بسام وحازم ركض وحده باتجاه الضوية يعني كل اللي باننا يعني ربما يكون الشب الأسترالي ربما مجرم ربما شخص خطير ربما شي ربما جن يعني يقول كل الاحتمالات واردة ركضنا ركضنا انما ما حصلنا شي كانت تقريبا بهذا الوقت خلونا نقول صارت ساعة شي أربعة قالوا وحنا ماشيين تقريبا ظل حوالي أربعة كيلو نقدر بيننا وبين هذا الجبل القمة هي لازم نوقف فوق وتشع على النار بس تشوف نار الطيار تجي عليه قال آني ماشي قدام تقريبا بحوالي أربعة خمس متار قدام حازم ما حسيت ودريت ألا صرخة حازم يعني صرخة مو طبيعية قال التفتت باتجاهها طبعا بس خطر بحوالي هذا خطر خطر لما قربت على هاي قال جاثي على ركبه وحازم جاثي على ركبه وماسك رجله يعني يقول لما التفت طبعا تعرفون الضو وبلل وكذا ويصرخ حازم يعني يصرخ من كل قلب يعني وماسك بذا ماسك شنو ماسك سهم يعني هذا الشخص ضرب حازم برجله طبعا الضربة تحت الركبة يعني ومن الخلف يعني خلاص بدأ واضح تماما انه في شخص قاعد يترصد بنا وملاحق نا عالدعس وهو شايف نو احنا مو شايفين هنا بدأنا يقول اعتباطنا يعني يعني يا ترى هذا السهم الأول وجاي ورا سهم كل شي يخترب بالك جاي ورا سهم ثاني علي مثلا على كذا قال بدأت دحق ما ما شو شي اضرب بالضو يمين اضرب بالهاي ويلي يا حازم ويلي اشوف يعني خلاص ما ظلت قال انا سليم اذا ضربني سهم خلاص انتهينا اثنين اثنين قال حسيت بجهة معينة انه في شي يعني بها يجهة قال انطلقت تركت حازم يعني مضروبه بسهم برجله اوكي وكذا بس قال انطلقت اريد امسك هذا الشب الاسترالي قال انا اركض وهو يركض بس ايش طبعا يقول بس نسمع صوت الشجر والاغصان والحرش يعني حرش مخيف اوش حيوانات تشوش علي شي يقب مثلا من هنا ثعلب كذا دب شغلة يعني يقول ضيعته يقول رجعت فورا ركض بعد حوالي 200 او 300 متر رجعت على حازم يرجع ويضرب وانه بيان رجعت على حازم حازم ماسك السهم وما يعني اريد قال مسكت السهم قلت له يا حازم يعني اتسطح انت وخليك يعني هادي مشان نقدر نفهم شي حازم يقول لي انتبه اترك السهم وانتبه لح يضربنا مرة ثانية اتخيل يا جماعة هذا الموقف يعني قال وخلاص يعني يضرب احنا مو شايفينه يعني اش بدنا نسوي قال وانتبه سوجه هالضو قال بدأ شغلت لدات اربعة او خمسة قال كل واحد باتجاه وارفعهم شي واحد على صخرة وشي على كذا محيطة بيننا يعني قال رجعت على حازم تشطح يا حازم طبعا يقول شقيت من القشاط اللي عندي ولفيت ربطت له مشان يوقف النزف يعني يقول سام اقوى من ضربة الرصاصة يعني قال قلت له رح اسحب يعني 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 شايف انه اسحب وبعدين نسكر يعني شلون تسحب قال بدأت اسحب السهم اسحب ما هي يعني مو بال وبهذا الوقت قاعد يتألم حازم ويصيح يعني شنسوي قال قلت له رح اكسر يعني اكسر السهم بس اخلي مثلا به تقريبا حوالي خمسة سانتي قال فعلا مسكت وكسرت السهم مشان ما يظل يطني ويجرح بحازم وربطنا لهاي ما في عدنا اي شيء كاسعافات او كذا في يعني عطر وما عطر قال شلت العطر كسرت لهاي حطيت لهاي لفيتها حاولت يعني ضمد هضمات بسيط تقدر تمشي قال اذا تساعدني يعني ممكن قال حطيت حازم على شتفي ومشي طبعا احنا ماشيين باتجاه التل وهاي اللحظات يقول من اصعب لحظات حياتي ليش يقول باي لحظة ننظر بي منو ما منو قال قلنا هالسع مو كتمنو يعني معقولة فلان يعني هذا الشب الاسترالي معقولة يتهور او يحاول ينتقم منه لهالدرجة هاي معقولة قال يعني مستبعدين صراحة احنا كل اللي بباننا مستبعدين انه هو هذا الشب الاسترالي هو اللي قاعد يضربي مستبعدين هذا الشي يقولوا نمشي 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 طبعا يقول طلعت الضو طلعت الشمس وصلنا للجبل فوق الجبل على القمة هاي طبعا يقول شي اشيل حازم وشي امشي طبعا على رجل الوحدة الرجلة الثانية اللي انضرب بها الرجلة اليسارية يقول الرجلة الثانية ما يقدر يدوس عليها دوس نهائيا قال شي اشيل وشي احط على كتفي ويمشي قال وصلنا لما صرنا على القمة وطلع الضو ولكذا يقول شوي يعني صارت عندنا طمأنينة انه يعني اللي يجي مثلا يقدر ربيك تشوفوا اقل شي تشوفوا طبعا يقول المي تركنا الاضوية تركناها حالتنا حالة نحاول نشيل السهم ما ما في مجال يعني قلنا ممكن نقطع حصب ممكن كذا ما بدنا هالشغل المهم يقول ظل ننتظر للساعة عشرة تقريبا الساعة عشرة ونص قال سمعنا طبعا مشاعلين نار فيه دخان مشان تشوف الطيار قال قمت ايش ازت على النار مشان تزيد قال اجت المروحية والله بدأ ونزله فرقة انقاذ مخصصة يعني قال ربطوا حازم على سرير وبدأ يعطونوا اكسجين وبدأ وكذا قال طلعت بالطيار يعشون معاي قال معدر ردين قال والله مباشرة نزلنا على سطح مشفي جرح بسيط يعني اعتبر اصابة يعني اجت سليمة لاب عصب لاب كذا لاب شي خيطوها قال بلغنا البوليس اجه البوليس مباشرة انت وين كنتوا قلنا احنا بالمكان الفلاني طلعنا مشخص وطيب شاكين بحدا يعني منو انتو تتوقعون اللي شخص اللي ممكن يضربكم او يحاول قتلكم قال بصراحة يعني اللي صار معانا صار في خلاف يعني احنا وشاب معانا صديقنا وصار خلاف في بيناتنا وحازم ايش سوى حازم قال حازم ضرب هذا الشاب والشاب سحب بلمو ومشايا قال واس خلاص هذا هو البوليس الاسترالي قال والله ويجيبون الشاب الاسترالي قال رحت قاني على القسم حازم جوا بلمش جيت على القسم طبعا يقول بعد حوالي ساعتين او ثلاث اين تحقيق مع هذا الشاب الاسترالي ها يا فلان قال والله يعني انتو تتهموني اني يعني انتو يعني مصدقين انو اني ممكن اقدم على محاولة قتل حازم مثلا يعني يعني احنا صار في بيناتنا خلاف وضربنا اني وحازم لكن مو لدرجة انو والله وبعدين اني مشيت يعني يعني من ساعتها من لما ضبيت غراضي ومشيت على البلم حركت بلمي ومشيت رجعت يعني وهذا اثبات يعني جاب اصدقائه وقالوا موجودين يعني طبعا هنا بسام قالوا لا يعني احنا بصراحة شاكين بك شاكين مشاكين كذا ما في ادلة تثبت انو هذا الشاب هو اللي اقدم على هذا الفعل ما يقدر البوليس ما يقدر يوقف شخص يعني والله على كذا فأطلقوا سراحوا اجي على هذا يعني مضت شي اربع او خمس ايام كان حازم متعافي طلعنا مشينا من المشفى رحنا على البيت واللجاي الشب الاسترالي سلام يا شباب انتو ليش لازلتو انتو لا اتصلتو بيا وكذا واني قاعد اتصل هو كأنه الشب الاسترالي يتصل عليهم ما يردون علي وكذا فيبدو انو انتو شاكين بيا قالوا لا يعني احنا تقريبا شبه متأكدين انو انت قالهم يا جماعة صدقوني صدقوني انو انا لا يمكن اذي حازم او كذا صح ضرب نحن وضرب وضرب وكذا بس مو تعرفوني انا شخص يعني ما عندي مثلا مشاكل او اذي انسان لهالدرجة هاي انا بصراحة جاي اريد يعني اثبت برائتي قالوا شلون تثبت برائتك كذا قالوا انا باليوم الفلاني كنت يعني اثبت وجوده بس مو مقتنعين الشباب يعني تبعث ايميلات مثلا بالوقت هذا ممكن شخص ثاني بعث لك هذا الايميل قالهم طيب انا صار عندي فضول انو اعرف انو منو هذا الشخص اللي سوى بيكم بهاي الجزيرة هذا الشي فاش رايكم الروح وبالشي يعني نعرف منو هذا الشخص اللي سوى بيكم هيتش واني اطلع بريد امامكم حتى الفيديو اللي صوروا بس اذا تريدونه انا ما عد بدي بما انو هيتش بهدلت واني كنت مزعوج ورحت الشب يعتذري قالوا نروح يعني احنا صراحة عندنا فضول انو نعرف شنو اللي صار معنا بهاي الجزيرة او شبه الجزيرة ما هي جزيرة بس نقول جزيرة فعلا قوموا اطلعوا الثلح الشباب بنفس الرحلة كذا طبوا على الجزيرة طبوا على هاي الجزيرة ورجعوا ايش خيموا طبعا هم بهاي المرة جايبين نواظير ليلية يعني يعني هذا الشيء اللي كان ناقصهم بهذه الفترة لانه لما تجي مثلا توجه الظو باتجاه معين الشخص اللي قاسدك او جاي بده يسوي معاك شي يأذيك او كذا يعرف جهة الظو ما يجي منها يجي من غير جهة اما النظور الليلي او العدسات الليلية تيجي مثلا النظارات تلبسها تصير تشوف بالليل تماما كأنه بالنهار فعلا خيموا بدأ بالليل يسمعون صوت الضرب الطرق يعني راحوا باتجاه الصوت طبعا ما شافوا شي يعني شي صراحة غريب عجيب بدأوا يفتشون كذا طبعا لابسين هذا النظور الليلي مثل النظارات تشوف تشوف على مسافة يعني ميت متر جدامك اذا فيه شي حيوان او انسان او كذا تشوفه لكن ما شافه شي بدأت الصرخات تجي نفس الصرخات اللي يسمعون هنا لو مسمعنا يقول يجينا مباشرة على هذا الشب الاسترالي وقلنا لو فعلا يعني احنا كنا يعني اشاكين بيك انته بهذا الليل يقول بدأنا ندور على مكان الصرخات تصير كذا بس هذا الشخص اللي بده كأنه محتاط او عنده خبر انه احنا في عدنا نواظير ليلية مو بمدانة يعني هي صدفة هو حدا قايل له هو في شي ما نقول ما نعرف يقول باليوم الثاني طبعا يقول احنا نصور ونسوي نفس الوقت باليوم الثاني بالليل ايضا نقول بدأت العصوبات قال المهم بدأنا نركض شفنا شخص وبدأنا نركض باتجاهه طبعا حازم هو اللي شاف هذا الشخص انسان يعني ما هو الشب الاسطرة اللي شاف انسان وركض باتجاهه وركض هذا الشخص يقول ركض بهذا الاتجاه يقول جينا على الجادة جادة يعني طريق ضيق فعرفنا انه هذا الشخص المجرم يسلك هذا الطريق طبعا راح يقول احنا صار الساعة عشر او او دعش بالليل ملاحقين وملاحقين وما قضب نعين قال والله نمشي بهذا الجادة نمشي بهذا الجادة اي لما جينا على مكان تقريبا هي جف جبل يعني فيقول شفنا مثل البيت او شلون يسمونه كوخ كوخ خشبي قال والله جينا طبعا على الهس من دون اي صوت قال نجي ماشين مع بعضنا باتجاه الكوخ والكوخ فيه ضو مثل القنديل ضو ضعيف فانوس او شغلة ايقول جينا قربنا قال ايش نحكي بثلاث اتنين قال قلنا بدنا نشوف شنو بي بداخل هذا الكوخ طبعا هنا المفاجأ قال يوم قربنا ونشوف من الشباك فيه شخص شلون ما اقولكم حسب ما وصف هو يعني شلون انسان قديم قديم يعني قبل الاولي يعني بالعصور الحجرية او هيك شي يعني شعره طويل دقنه طويلة حواجبه شغل يعني شي يقول بل شايفين يقول شايفين اللي شايفين يعني شيء مرعب الى ابعد الحدود طبعا يقول احنا شايفين بس هو مو شايفنا وبدأ منظر ومخيف جدا يعني هذا الشخص يعني لدرجة انه احنا شاكين هذا انسان يعني شوفوا الوين انسان ولا مو انسان يعني غريلة شنو قال بدأنا نتناقش هذا الشخص يقول على الطاول وبجنب وبجنب السرير بيقول سرير وبجنب السرير في طاولة قال الطاولة هذه عليها يعني يقول خمسين ستين قنين مشروبات شيء مشكل ملون قال والله احنا مراقبين طبعا يقول صرنا في شباك من الشباك هذا ناس يقول من الفضول نريد نعرف شنو سلفت هذا الانسان طبعا يقول هذا القوس القوس موجود بالغرفة يعني قال نسوف شايفين القوس اللي نضرب بي حازن قال واذ يقوم هذا الرجل يعني قام رجل وقام يشرب والشيء المفاجئ يقول بقفص تقريبا يقول شيء يعني متر بمتر بالكوخ يقول القفص هذا شنو بيب قلبه بيب قلبه سناجب يعني هذا الحيوان تبعا السنجاب قال فتح القفص ومديده شال السنجاب وسكر القفص قال اول ما شال السنجاب بدأ يبوس به يعني حاطه هجد على ثمه ويبوس به طبعا شيء يعني منظر قال احنا يعني شنو يخترب بالك به موقف مثلا وهذا قاعد يبوس بسنجاب يعني قال هذا اللي باننا يعني حوالي دقعتين او ثلاثة قال شال السنجاب وزدته لعم يعني بشيء صراحة قال زدت السنجاب ولا السنجاب ميت قال شلون يا جبا تخير وهذا ذكر وهذا الموقف انه فعلا يعني انسان مو طبيعي هذا يعني السنجاب كان حي وهذا قد بدأ يبوس به ودقعتين ثلاثة زدت السنجاب من ايده والسنجاب ميت صراحة يعني شلون يا شباب شنسوي قال قال يا جماعة هذا نبين شكله خطير وكذا فقال هو يا اخي احنا ثلاثة احنا ثلاثة وهو واحد شنو خطير وما خطير ندرعم عليه ونشوف شنو قصته نبلغ عليه هذا اكيد مجرم قال يوم رجعنا بدأنا نحل حركة السنجاب طبعا يقول كل الليل نحن واقفين نجي شوية على الشباك ونرد نرجع قال قلنا يا جماعة فعلا في ناس مصاصين دماء يعني صحيح صحيح حقيقة مو انه بس نشوفهم بالنيت او التلفزيون او كذا فعلا في اشخاص مدمنين حتى شفت اشخاص عن مدمن على مصاص دماء حقيقية قال هذا يا شباب مصاص دماء وخطير وما نفوت عليه وكذا يعني كان لما نفكر انه يبوس بالسنجاب كان من حلقه يعني جارحه ويمص من دم السنجاب مصاص دماء تصوره يعني قال المهم من شلون يا شباب كذا قال حازم وبسام قال ونفوت نفوت عليه خلاص نربط ونشيل المهم ولا يد الشباب درع ما وعلي يعني يقولون يعني دفشنا الباب طب الباب مكان ولس ما رفع رأس وقال كنا فوق قال مباشرة شي ضرب شي كذا شي ما يتحرك قال مسكنا وبدأ نربط به يعني نملك الصلاحية لأنه حاول قتل حازم قال طبعا حازم بعد ما ربطنا قال ما خل يعني يعني معاه حق يعني زلما ضربوا كان ممكن رح يموت يعني به الضربة هاي فشيلوه قال والله ربطنا واستنين للصبح صارت أصبحت الدنيا ومشينا مشينا شنا إلى البلم تبعنا اللي جينا به يعني حطينا البلم ورجعنا مجرد ما وصلنا صار في شبكة تصنى كان البوليس بانتظارنا قال والله وجينا قال انقلبة الدنيا ببرث يعني تصوروا هذا الشخص أنه صار له سبع سنوات بهذه الغابة شنو يقول البوليس يقولهم هاي غابتي ومدينتي وانتهكوها هذولا فاني من حقي أنه أقتلهم عنده كذا قضية جراء سبقا يعني فار من العدالة يعني مجرم قتال قتلة وساكن بهذه الغابة وطبعا وطبعا كانوا الشباب يعني من حقهم أنه يعني شكوهم بصديقهم هذا الأسترالي أنه هو اللي ضرب حازم لكن الله سبحانه وتعالى أظهر الحقيقة بعدها طلع هذا الشخص عنده جرائم اقتصاب في عنده جرائم قتل يعني يعني يبحثون على السلطات من حوالي عشر سنوات تبحث عنه وانفقد من سبع سنوات ساكن بهذا الكوخ من سبع سنوات تصوروا ما حدا يدري به وأي شخص ينتهك هذه المناطق يعتبرها مناطق يعني يحاول يعني يرعب يخوف إذا شوف ما يخاف يضربوا بسهم يعني يسوي حركات مثل الحركات اللي سواها مع الشباب بسام وحازم والشب الأسترالي طبعا نوجه لهم تحية جميعا ونوجه لكم تحية وإن شاء الله تكون القصة نالت أو حظيت على رضاكم واستحسانكم إخواني وخواتي اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته